بحضور المسؤولين الأمنيين ورؤساء الحراتي والمربعات عقد صباح اليوم منذ بالحكومة لدى بلدية انجمين الدقو يعقوب اجتماعا حول مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية وليقظى من مخاطر الجماعات الإرهابية تقرير أدم حنفي فاضلها بهدف تعزيز وبسط الأمن وتوفير المناخ الآمن للمواطنين وحمايتهم من مخاطر الجماعات الإرهابية وأصحاب الجرائم المنظمة ما تعرف بمجموعة بوكو حرام التي من أهدافها قتل الأبرياء وزعزعة الأوضاع وتخريب البلدان لذا جاء هذا الاجتماع الذي نظمته منذوبية الحكومة لدى بلدية انجمينة وذلك من أجل حس وتوصية كل من مسائل الأمن ورؤساء الحارات بضرورة اليغزة الحزرة من أجل التعاون مع رجال الأمن وإبلاقهم في حالة وجود مشتبه به للعناصر الإرهابية أو شخص مشهول الهوية منذ بالحكومة لدى بلدية انجمينة دقو يعقوبة فقد تحدث عن أهمية هذا اللقاء التوعوي حول الأمن لأن الأمن كان مسؤولية وغير باما خدمة الكالفو فوقع كالفو بيشنو كالفو إشان الشاب لازم يكون عندو ناس بحاملهم أما أنتم شاب دي كاري ودليجي دي كارتي الأخبار لازم تقوم منكم من الكاري لجي لدليجي للمير ولا جي لدليجي 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 لأمن كله تساعدهم وأضاف يعقوبة بقوله على ضرورة تبادل الاحترام بين ممثلي الشعوب ورؤساء الحارات والمربعات من جهة ورجال الأمن من جهة أخرى مؤكدا بتضافر الجهود تتحقق المساعي نحو نجاح الأهداف الأمنية من جهته ممثل قوات الدرك الوطني أكد في حديثه بأن كل حركة أمنية يقوم بها رجال الأمن ما هي إلا من أجل سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم طالبا من الشعب أن يكونوا منتبهين تجاه هذا الأمر يشار إلى أن هذا الاجتماع قد سبقه اجتماعا مماثل في الخامس عشر من ديسمبر لعام 2016 ستة عشر